بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الرياضة المالية الوحدة الثامنة القيمة المستقبلية جملة المبلغ وذلك بفائدة مركبة مثال 20 استثمر شخص مبلغ 10 آلاف ريال لمدة سنتين وبمعدل فائدة مركبة تركب كل ثلاثة أشهر لكنه غير معطى فبلغت جملة الاستثمار في نهاية المدة 13500 ريال المعطيات PV تساوي 10 آلاف FV أيضا 13500 معطى N معطى اللي هي استثمر شخص لمدة سنتين اثنين سنة لكن لاثنين سنة بدي أحولها إلى أربعة ليش؟ لأنه الفائدة تركب كل ثلاثة شهور فباجي بقول عدد الدورات في السنة في السنة تساوي 12 شهر للسنة على ثلاثة شهور للدورة ويساوي أربع دورات في السنة طيب المدة الكاملة تساوي كم؟ تساوي اثنين سنة مضروبة في أربع دورات لكل سنة إذن ثمن دورات يعني اثنين سنة هي تساوي ثمن دورات طيب المطلوب احسب معدل الفائدة طبعا معدل الفائدة رح يطلع معي ربع سنوي يعني بمعنى آخر لكل ثلاث شهور لأنه المدة هي أرباع أو يعني دورات الدورة الواحدة ثلاثة أشهر حال المثال طبعا PV مثل ما قلنا عشر آلاف FV ثلاثة ألف وخمسمية N تساوي اثنين سنة اللي هي ثمن دورات مثل ما بينا إذن هون نطبق القانون FV تساوي PV في واحد زائد R مرفوع على القوة N FV اللي هي ثلاثتاشر ألف وخمسمية PV اللي هي العشر آلاف واحد زائد R للقوة ثمانية R مجهولة والمدة N معطاة بالدورات منطلع المقدار واحد زائد R للقوة N طبعا للقوة ثمانية وهذا المقدار هو عبارة عن قيمة جدولية في جدول جملة ريال واحد أين أجدها؟ أجدها في السطر ثمانية لأنه معلوم عندي الزمن لكن كم هي R؟ سأبحث عن العمود اللي فيه القيمة المحسوبة 1.3 1.35 هذه القيمة هي عبارة عن قيمة 1 زائد R اللي قلنا هي عبارة عن قيمة جدولية موجودة في السطر الثامن ولكن تحت أي عمود هذا ما سنعرفه بعد قليل لاحظ أن القيمة 1 زائد R للقوة ثمانية هي قيمة جدولية مدرجة في جدول جملة ريال واحد يجدر البحث عن قيمة هذا المقدار مقابل الزمن ثمانية فإذا وجدنا القيمة 1.35 في هذا السطر ننظر إلى المعدل الذي تقع تحته ويكون هو معدل الفائدة الدوري طيب جميل أنا الآن سأذهب إلى الجدول هذا الجدول R وN تمام أنا عند السطر ثمانية واضح القيمة المطلوبة في هذا السطر 1.35 الآن 1.35 تقع تحت R هذا المعدل إذا هو موجود بشكل صريح في الجدول فبيكون هذا هو المعدل الدوري لكن خلينا نشوف شو صار معنا بالرجوع للجدول في السطر المذكور لم نجد القيمة 1.35 ولكن وجدنا في هذا السطر في هذا السطر وجدنا قيمة أكبر منها وقيمة أقل منها ما وجدنا 1.35 لكن وجدنا 1.31 1 هذه أقل وهذه تقع تحت المعدل 4% ووجدنا قيمة أكبر التي هي 1.4 أكبر من 1.3 تحت المعدل 5 إذا نستطيع القول هذه R وهذه N وهذا السطر الثامن وهاي القيمة المطلوبة 1.35 هلأ تحت 4% هناك قيمة أقل 1.315 وتحت 5% هناك قيمة أكبر اللي هي 1.407 R المجهولة تقع بين 4% و 5% R المجهولة يعني إحنا ما عرفناها تحديداً بالضبط كم لكن بالتأكيد R المجهولة تقع بين 4% و 5% يعني هي بالتأكيد أكبر من 4% وبالتأكيد أقل من 5% طيب شو رح نعمل رح نعمل عملية نسبة وتناسب رح نعمل عملية نسبة وتناسب بهذا القانون الفرق الصغير في معدلات الفائدة يساوي الفرق الصغير في معدلات الفائدة مقسوماً على الفرق الصغير المناظر له في القيم الجدولية يساوي الفرق الكبير في معدلات الفائدة على الفرق الكبير المناظر له في القيم الجدولية إذا رجعت للشريحة السابقة بس أبين شوي عن الفرق الكبير أنا عندي قيمتين متباعدتين اللي هم 4% و 5% R تقع بينهما وعندي قيمتين بعيدتين مناظرتين لل 4% و 5% الفرق الكبير في معدلات الفائدة الفرق الكبير في معدلات الفائدة هو الفرق بين 5% و 4% هذا هو الفرق الكبير لأنهم أبعد قيمتين الفرق المناظر اللي هو الفرق بين 1.407 والقيمة 1.315 هذول القيمتين متباعدتين هلأ الفرق الصغير تمام؟ الفرق الصغير طبعاً هاي نسبة الفروقات هلأ معهد هذا نسبة هاي نسبة هذا الفرق الكبير في المعدلات على الفرق الكبير المناظر في القيم الجدولية هلأ الفرق الصغير رح ناخد إما الفرق بين الـ 4% و R أو الفرق بين R و 5% يناظر هذا الفرق إما الفرق بين 1.35 و 1.35 و 1.35 إذا أخذنا الفرق بين R و 4% أما إذا أخذنا الفرق بين 5% و R فالفرق المناظر هو الفرق بين 1.4 و 1.35 يعني الفرق الصغير أمامي خيارين يا بقول R ناقص 4% وبقسم على 1.35 ناقص 1.35 هذا أحد الفرقين الصغيرين أو بإمكاني أخذ الخيار الثاني الفرق الصغير ممكن يكون اللي هو 5% ناقص R اقسم على 1.407 ناقص 1.35 إذن عندي هذا خيار وهذا خيار عندي خيارين للفرق الصغير لكن الفرق الكبير واحد سواء أخذت الفرق الصغير الأول أو الفرق الصغير الثاني نسبة الفرق الكبير في المعدلات إلى الفرق الكبير في القيم الجدولية يساوي نفس نسبة الفرق الصغير سواء الأول أو الثاني خلينا نشوف التطبيق في الشريحة طيب إذن أخذنا الفرق الكبير مثل ما قلنا بين الخمسة بالمئة والأربعة في المئة على القيم الجدولية المناظرة هذا الفرق الكبير بين القيمتين البعيدتين وهذا الفرق الصغير بين الخمسة في المئة وبين R طبعا بحل معادلة يعني بحل معادلة بمتغير واحد وهو R معادلة طبعا بسيطة من الدرجة الأولى تمام إذن هون نقوم بتقدير معدل الفائدة المطلوب باستخدام طريقة النسبة والتناسب بيطلع معاي بالضرب التبادلي هذا البسط في المقام والمقام في البسط ضرب تبادلي نرجع للشريحة مرة أخرى نشوف ضرب تبادلي البسط في المقام والمقام هذا المقام في البسط فبيطلع الناتج مثل ما بينا تمام عمليات حسابية بسيطة إلى أن نصل إلى قيمة R تساوي 4 و3 أو 4 و37 في المية إيش دوريا دوريا ليش دوريا ليش دوريا لأنه الزمن له أن يساوي ثمن إيش دورات والدورة هي ربع سنة والدورة هي ربع سنة سنة يعني هذا المعدل 4.37 دوريا يعني ربع سنويا يعني بمعنى آخر لكل ثلاث شهور المعدل 4.73 لاحظ ملاحظة أخرى إحنا قلنا من البداية أنه المعدل لابد أن يكون بين 5% و4% إذا طلعت معك قيمة أقل من 4% راجع حسابك تكون فيه خطأ حسابي إذا طلعت معك أكبر من 5% أيضا راجع حساباتك لأنه بيكون فيه خطأ حسابي لاحظ أنه 4.37 تقع بين 4 وبين 5% لاحظ أنه القيمة لاحظ أنه المعدل 4.37 يقع بين 4% و5% طبعا إذا أردنا إذا أردنا معرفة المعدل السنوي R تمام سنويا شو منعمل منروح منضرب 4.73 3.37 مضروبة في عدد الدورات في السنة يعني في 4 أرباع في السنة تمام بيطلع معنا المعدل السنوي تقريبا بيطلع 17.5% تقريبا تقريبا 17.5% سنويا موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة